بين عشية وضحاها تحولت منطقة حرازة ببلدية الغسول بحقولها وبساتينها إلى أثر بعد عين بعدما جرفت سيولواد محجوبة في طريقها محاصيل الخضروات والأشجار المثمرة فألقي بين يدي 500 فلاح بالمنطقة لم يجدوا إلا معاودة ندائهم للمصالح المعنية لإقامة مشروع يحمي مزرعاتهم من هذه الفيضانات الموسمية كل عام يدينا مشكلة كثيرة وكثيرة مزيئ لنا القلانة عنا وما عدناش لم يدخل ما قيل هذا البلدها ولكن يرى مزيئنا الواد هو اللي يزيئ لكل قلانة عنا ما خلاننا نعنع ما خلاننا باطاطا ما خلاننا مش ماش ما خلاننا حتى حياة 500 فلاح رحم ضرر من هذه الواد ماذا بهم سلطة المحل لي يشوفوا نحل يصرفوا لنا الواد ولا يشوفوا نحل هذه هنا يا قيرج هزرة هذا اللي يتخذر بيها أربع قطارات رحمانية وكل عام لنا ما ديش منه معي والقلال وقرام كل فاك يرى ندير وقال قلت دور روح قلت شوف كل شي رحمي خوز خسائر بالملايين يتكبدها هؤلاء الفلاحون سنويا بسبب فيضانات الواد فهل من أذن صاغية لصوت معاناته؟ ترجمة نانسي قنقر